خلال العقود الخمسة الماضية استطاعت أن تحوز إعجاب العالم وتقديره من خلال سجل حافل بالإنجازات والتفوق والريادة تلك الإنجازات التي تحدث عنها الجميع التي استندت إلى فكر قيادة صخرت كل ما لديها للاستثمار في بناء الإنسان وتوفير كل الجهود والسبول لتمكينه تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالذكرى الخمسين لتأسيسها عبر إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات على مدار عام كامل تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة برؤية استشرافية طموحة تعانق استدامة الريادة والتميز والتنمية في الإمارات وتحاكي صناعة المستقبل يعد الاحتفال السنوي نقطة تحول استراتيجية للاحتفاء بالرحلة الإنسانية الفريدة الخمسين عاماً الماضية من تاريخ الإمارات الذي يعد صفحة مشرفة ممهورة بطموحات غير محدودة لقيادة وشعب لم يعرف المستحيل يوماً تحققت خلالها إنجازات نوعية في مختلف المجالات جعلت الإمارات بصمة جلية في قلب خريطة التنافسية العالمية مقدمة نموذجاً يحتذ به في شتى المجالات كما باتت حكومة الإمارات نموذجاً ملهماً لحكومات العالم الساعية للانتقال إلى المستقبل في مرونة السياسات والجاهزية العالية والاستباقية في مواجهة التحديات ورفع معدل مستوى المعيش والأمن وتحقيق الميكانة بمختلف القطاعات لتنطلق مسيرة الخمسين المقبلة بتمحاط حدودها السماء تحقق إسعاد الوطن والمواطن وجميع المقيمين في الدولة وزائرها اليوم ومع تزامن الإطلاق الرسمي لعام الخمسين والبدء في إعداد الدولة للتحول الفاعل والمستدام الذي ينتظر أبناءها في الخمسين عاماً المقبلة تعمل الإمارات على متابعة مسيرة الدولة للانتقال من التنافسية لتتقدم قطار الدول المتقدمة في مختلف المجالات